لما يجي أناقش ابني، أناقش ابني إزاي؟ إيه الفرق بين النقاش والجدال؟ الجدال معناها أن أنا عايز كأب أثبت وجهة نظري ويقول لك أنت غلط ويقول لك أنا اللي صح وأنا اللي فاهم ويتمسك جداً بوجهة نظري لإني لا أبحث عن الحقيقة، لا أبحث عن الحق ولكن النقاش أنا وإنت كل واحد فينا بيسمع التاني ويفهمه من وجهة نظره ويشوف الحجج، البراهين، الأدلة، الأفكار بتاعته ويمكن أقتنع بيها فأنا هنا لما بتناقش مع ابني هبدأ حواري مع ابني أنا بحترم رأيك أنا مقدر اللي أنت بتقوله طب إيه رأيك لو فكرنا في الحاجة الفلانية؟ طب إيه رأيك لو أنت شفت دي؟ طب هيحصل إيه؟ لو أنت فكرت بالطريقة دي زي ما أنا فكرت كده طب فكر فيها هستخدم معاه حاجة اسمها الأسئلة ما تقولش لابنك نصايح ولكن اسأله أسئلة تفتح يعني مثلاً ابني جاي بيقول لي إحنا عايزين نسافر الساحل مجموعة من صحابنا مش عارف إيه فأنت إبدأ إسأل مين طالع معاكم؟ طب لو حصل أن أنتوا طالعين ومثلاً احتكتوا فلوس هتعملوا إيه؟ طب هل في أب أو أي حد من الكبار طالع معاكم في المكان ده؟ طيب هل ممكن ينفع إحنا نطلع مع بعض وإنتوا تطلعوا في نفس الوقت مع أصحابكم وإنتوا تكونوا في مكان وإحنا في مكان؟ بس نقدر إن إحنا نكون بنتواصل مع بعض؟ اسأله للأسئلة هتخليه هو يفتح عنده أفكار ما كانتش موجودة في الحزبان فلما يجي تناقش مع ابني باستخدم اسلوب النقاش وليس الجدال الفرق بين النقاش ونالجدال إن أنا في النقاش ممكن فعلاً أقوله على فكرة أنت صح على فكرة أنت أقنعتني طب وأنا لما أجي أقدم له أي فكرة لازم الفكرة دي تكون ببراهين لازم الفكرة دي تكون عندي حجة لها عندي أدلة على صحة الفكرة بتاعتي من الحاجات المهمة جداً اللي أنت لازم تعملها مع ابنك المروهك ابنك بقى راجل ابنتك بقى تقنسة محتاجة حد يحترمها يحترم خصصيتها وده مش معناه أن أنا أسيب له بقى كل حاجة يعني إحنا فيه اتفاق بيننا وبين بعض إن أنا ممكن أخد منك الموبايل في أي وقت وإن الباسوورد أنا لازم أكون عارفها ده اتفاق دي قعدة ولكن هاخد منه الموبايل ده برغبته لأنه بيحترمني وأنا بحترمه فهو فيه خصوصية ولكن ده ما يمنعشي أن أنا ممكن كل وقت والتاني أقوله أنا داخل على اللابتوب بتاعك أنا داخل على الموبايل هو هيسمح لي بكده لأنه فيه احترام بيني وبينه لكن مش من وراء ولو أنا عرفت حاجة زي كده إنه هو مثلا بيخش على مواقع إباحية أو هو بيعمل علاقات مع حد تاني لازم أخد الموضوع ده بهدوء وبالراحة لأن كل ما أنا كنت بنفعل عليه كل ما أنا كنت بهاجمه كل ما هو هيعرف يخبي المعلومات دي حتى لو هو حلفني وإلا أنا بطلت عمي كل حاجة تأكد إنه هم ليهم الطرق اللي إحنا كجبار ما نعرفش عنها حاجة امدح سلوكيات ابنك وركز على الإيجابيات الطفل في المرحلة دي محتاج يحس بنفسه محتاج يحس بأنه هو ليه كيان بأنه هو مسموع أنه هو ليه رأي امدحه يعني تعالى كده وسط صحابك وسط الناس وسط قريبك على فكرة ابني فلان ده مفيش زيه في موضوع المذاكرة ده لما بيقعد ويركز في موضوع المذاكرة بيقى تفوق جدا امدحه على فكرة ده أنت تقدر تديله أي حاجة وهو قد المسئولية أنا بعتمد عليه في حاجات كتيرة امدح ابنك من الحاجات الجميلة جدا اللي أنت ممكن تعملها مع ابنك المراهق واللي هو يحس قد إيه هو أنت بتحبه فجأه بهداية يعني مثلا هو بيحب الإقلام فروح أتله مجموعة من الإقلام وحطها على مكتبه وقول له أنا بحبك ممكن يكون هو مثلا وإنت ماشيين مع بعض كان بيكلمك على شنطة ففي وقت معين أنت روح جيب الشنطة دي وعملها له مفاجأة فاجئ ابنك وعبر عن حبك من خلال مفاجآت أنت ممكن تعملها مع ابنك المراهق اشركوا في القرارات بما أن أنا عايز ابني راجل ما ينفعش بقى أن أنا أجي يوم الجمعة أكون أنا قاعد أنا وأمه يوم الخميس قاعدين بنتكلم واتفقنا أن إحنا بكرة هنروح كذا وكذا 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 وابن المراهق اللي هو عنده 14-15 سنة ده أصحي تاني يوم من النوم أقول له يلا بينا احنا رايحين عند تيتا لا أنا مش عايز نروح عن تيتا أنا متفق مع أصحابي محتاجين أن إحنا نشرك ولادنا في القرارات اللي إحنا بناخدها خاصة لو كان القرار ده هو هيتأثر به إيه رأيك إحنا رايحين مصف تحب نروح فين إيه رأيك إحنا عايزين نخرج الأسبوع اللي جاي ناكل إيه نعمل إيه ممكن أخد رأيه كمان في شغلي أنا في شغلي عايز عايز حاجة معينة فأنا ممكن أخد رأيه أنا في شغلي بيتعرض للموقف الفلاني إنت إيه رأيك فأشرقه في القرارات اللي إحنا بناخدها استخدم الأداب العامة يعني لما أجي أدخل على ابني أخبط الباب ولما أجي أطلب منه حاجة أقول له بعد إذنك وقول له من فضلك ولما يجيب لي حاجة أقول له شكرا أقول له كتر خيرك زي ما أنا بعمل مع الناس الغرب اللي بعايز أبان قدامهم إن أنا مؤدب وإن أنا جميل وإن أنا متربي إيه المانع إن أنا أعمل كده مع أولادي سواء في سن المراقع أو في سن تاني إيه المانع إن أنا أشكر أولادي إيه المانع إن أنا أستخدم الأداب العامة في التعامل واللطف مع أولادي ساعتها هو هيحس أنت قد إيه بتحترمه هيحس قد إيه أنت بتقدره فلو سمحت استخدم لو سمحت مع أولادك واستخدم من فضلك مع أولادك واستخدم بعد إذنك واستخدم شكرا واستخدم كترخيرك الحاجات دي ولادنا محتاجين يسمعوها كمان من الحاجات المهمة جدا حسسوا بالأمان والدعم والتقبل لو ابني واقع في المشكلة وده اللي أنا دايما بقوله للناس لو أنا لقيت ابني واقع في حفرة وأنا قيل له الحفرة دي لو سمحت خلي بالك منها أنا قلت الابني وحذرته من المواقع الإباحية أنا قلت الابني وحذرته من السجاير أو المخدرات أنا قلت الابني وحذرته من المشي مع العيال الصيعة اللي في الشارع أنا قلت الابني كل الحاجات دي وحذرته بس برغم تحذيري ليه وبرغم اللي أنا قلته له هو في النهاية واقع في حاجة من الحاجات دي تفتكر أي أس تفتكر أسيبه هو واقع في حفرة تفتكر أجي على حفة الحفرة كده وقوله أنت إيه اللي وقعك مش أنا قلتلك ولا أنزل معاه في الحفرة وطبطب عليه وقل له على فكرة مهما حصل منك أنا معك مهما حصل منك أنا في ظهرك احنا هنعدي المرحلة دي مع بعض شوية شوية انا اي حاجة انت عايزها هتلاقيني معاك ابنك محتاج يحس بالامان محتاج يحس بالدعم لاني بلاقي اباؤه وامهات كتيرة بيقسوا من ولادهم وخلاص اعمل اللي انت عايزه انا مليش علاقة بيك ولا تقول اصلا ان انت ابني لدرجة عايزة اقول لكم على حد كده كان لسه كان بيقول لي ان فيه اب وام عندهم طفلين فيه طفل مؤدب وبيسمع الكلام والطفل التاني ما بيسمعش الكلام وتعبهم تخيلوا بيقولوا ايه للطفل اللي ما بيسمعش الكلام بيقولوا على فكرة بيغيروا اسمه يعني مثلا لو الطفل اللي بيسمع الكلام ده اسمه عصام وده اسمه محمد فبيقولوا على فكرة لا انت ما اسمكش محمد انت اسمك عصام احنا ما عندناش حد اسم محمد محمد ده ولد وحش واحنا ما نعرفوش يعني هو بياخد اسم أخوه اللي هو المؤدب والشاطر وينكر وجوده خالص ويقول له لا انت اسمك عصام ما اسمكش محمد تخيله تخيله احنا ممكن نكون بنعمل ايه مع ولادنا انا عارف ان انت نيتك ايجابية وعارف ان انت في النهاية عايز تصلحه بس مش دي الطريقة ابني لما يقعه محتاج يحس ان هو حتى لو كان غلطان احيانا ممكن يكون الشاب المراهج ممكن يورط نفسه في حاجات كتيرة جدا خش معاه في المشكلة ودافع عنه وحلها بعدين لما تروحه البيت ابقى اعمل اللي انت عايزه معاه لكن هو لازم يحس ان هو ليه ظهر مهما كانت المشكلة اللي هو بيعاني منها عايزين نتواصل مع ولادنا نتواصل مع ولادنا ازاي وإحنا ما فيش انشطة بيننا وبينهم انا كقب يعني ابني عنده 21 سنة ابني عنده 20 سنة ابني عنده 18 سنة عنده 15 سنة ما بقابلهوش بقابله يوم الجمعة على الصفرة في النادي مثلا نروح ناكل مرة مع بعض ولا حاجة لازم يبقى فيه انشطة يعني بنلعب مع بعض بنروح مثلا نلعب كورة مع بعض ممكن نكون بنروح الجم مع بعض بنروح نعمل اعمال خيرية تطوعية في مكان مع بعض بنروح نستعد مع بعض فيه انشطة بتجمع نحن الاتنين المانع كمان ان انت تكون كقب ممكن تشارك في انشطة هو موجود فيها مع اصحابه وتكون عارف اصحابه وعارف اسمائهم وقريب منهم علشان تكون في النهاية صديق لابنك ادي له مساحة من الحرية سنة سنة ولكن حمله المسئولية يعني ادي له المساحة من الحرية دي مثلا انت معادك الساعة تسعة انا عارف ان انت قدي المسئولية اللي انا هديها لك وان انت هترجع البيت الساعة تسعة سخد بالك تسعة وعشرة معناها ان احنا بكرة مش هننزل هو ده الاتفاق ودي قاعدة اللي احنا بنتكلم عليها دايما مع اولادنا ولكن ادي له مساحة من الحرية لان هو كبر فمش هينفع ان انت تقيد حريته وتخاف عليه قوي زي ما كنت بتعمل معاه هو طفل لان هو احس ان انت مش بتسترجله انت بتستعيله وبالتالي هيبقى فيه تمرد اكتر وهيبقى فيه رفض للسلطة السلطة الابوية او السلطة اللي جاية من اي حد في المدرسة الحاجة المهمة بقى اخدوا بالكم الخطوات دي كلها احنا بنعملها في النهاية بنحط قواعد القواعد هي الطريقة الوحيدة علشان اعدل ووجه سلوك ابني المراهق هنقعد نعمل انا وهو اتفاق اتفاق لدخوله البيت هيخش الساعة كاما اتفاق للكلام اللي مسموح بيه جوه البيت واللي مش مسموح بيه اتفاق للسلوكيات اللي احنا هنعملها واللي احنا مش هنعملها كل حاجة مكتوبة بيني وبينه في ورقه عقد بينه وبينه اتفاق في الاغاني اللي هو هيسمحها جوه البيت اتفاق في عدد الساعات اللي هو هيقضيها على التليفون مقابل المميزات والامتيازات دي كلها فيه واجبات عليك انت لازم تعملها ما عملتش الواجبات اللي عليك مفيش امتيازات ولازم اكون اب جاد لكن جوه دايرة الحب انا لازم اكون ام حاسمة ولكن جوه دايرة الحب خلي بالك كأم احيانا الام كتير قوي ممكن تكون بيصعب عليها ابنها فنبقى متفقين على ان الموبايل مش موجود الاسبوع دا وبعدين الاقي الام قدة الموبايل لابنها ما انت كده كسرت القعدة هيجي بعد كده كل مرة انا بقول فيها حاجة لابني ان انا هعملها وما بعملهاش هو بياخد جزء من سلطتي هو بيتخطى الحدود اللي بيني وبينه فبالتالي بعد كده مش اعرف اتكلم معي كل مرة قلت الابني على حاجة وانا ما نفستهاش انا فقدت احترامي بيني وبينه فاخدوا بالكم ان انا لما احط مجموعة من القواعد القواعد دي لازم تكون مكتوبة وحط فيها التفاصيل ايه اللي مسموح و ايه اللي مش مسموح والاتفاق دا لازم يكون فيه واجبات على ابني لازم يعملها مقابلها فيه امتيازات ما عملش الواجبات شلنا الامتيازات. الطريقة الوحيدة لعقاب المراهق هي الحرمان او المنع او ان هو يقعد في قطه يفكر في اللي هو عمله. غير كده مفيش. مش هتقدر تعمل حاجة معين. مش هتقدر تدرب. مش هتقدر احنا كل كده احنا كده كده درب ده موضوع منتهي من زمان. ولكن هو الحاجة الوحيدة اللي احنا نقدر نعملها معاه. اللي هي الحرمان او المنع او ان هو يقعد مع نفسه يفكر او ممكن يكون الخصام بما لا يتعدى ساعتين بيني وبين المراهق. طيب هنراجع على الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها تاني اللي هي الحاجات اللي انا مفروض ان انا اعملها مع ابني المراهج مراعاة احنا طريقة التعامل مع المراهج مراعاة المعاناة والسراع والتغيرات اللي بتحصل جواه نعلمه اللي هو بيمر بيه من تغيرات نقوله عليها نحرص على ان احنا نكون بالنسبة له قدوة لما اجي اقعد معاه في القعدة دي اعتذر من قلبي فعلا لان انا اخطأت في حاجات معينة اصحبه وده معناه ان انا اهتم بالعالم بتاعه اعيش في عالمه انصط لي ابتعد عن النصيحة والانتقاد واعكس مشاعره اللي هو بيحس به لما ايجي اخدش معاه في النقاش لازم اناقش بالحجة ومجدلش ابدا وابدأ دايما كلامي بان انا بحترم رأيك لازم بيقى في احترام لخصوصيته وطريقة تواصلك معاك راجل او انسة انا بتواصل مع راجل او بتواصل مع انسة مش مع عيل استخدام اسلوب الاسئلة بدل ما خليه انا اديله اوامر او انه هو يفكر اخليه هو اللي يفكر امدحه وركز على ايجابياته فاجئه بهدايا اشركه في القرارات استخدم الاداب العامة واحترمه اشعره بالامان او اشعره بالامان والدعم والتقبل مارس معه انشطة مشتركة اعطيم ساحة من الحرية والثقة والمسئولية ضع قواعد بالاتفاق اشتركوا في القناة